اشتركوا في القناة اول كلمة حزام بلت تاج اللي هو بتلبسها على الرأس crown 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 السيد نظرتك الجيب pocket 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 الكوم sleeve 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 ملابس clothing 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 Z custom 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 كفزات gloves 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 مخبأ او مخفي hidden hidden القطن cotton 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 معلومات information information اخر مقطع بتنتقشن information information جلبية 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 محبوب او شائع او منتشر popular 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 صالة whole 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 مكتبة اللي هي بنستعير منها أو بنقرى منها الكتب اللي بتكون موجودة في المدرسة library 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 ملصق poster poster درجات great 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 احتفال festival 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 مفيد useful useful كان اصلاها كلمة use يستخدم حطنا لها المكتعة full اتغيرت بقيت صفة useful useful مفيد حفلة زفاف wedding 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 تمام نمط أو شكل زي مثلا الحاجة المنقاطة أو الحاجة المخططة كده اسمها ايه pattern 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 طيب رأس head head رجال من من طبعا مفرضها man بدل ال-e هتيبقى ايه طيب اميرة princess 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 رداء أو ثوب روب 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 بدلة suit 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 حروء الشمس sun burned sun burned sun burned ba sanit وطيبة السائل вин وسائل التواصل الاجتماعي social social media social media social c-i y-t-na-ta-cha social social محدٍ شئول سوشيال اسمها سوشل 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 ماديا سوشل ماديا صديق مرسله على النت يعني انت ما قابلتوش قبل كده انت بترسله على النت بس من اي بلد اسمها اسمه ايه بين فريند بين اللي هي الالم وفريند نزقا في بعض يتديك صديق مرسله بين فريند ورق مقوة او كارتون كارتبورد كارتبورد طبعا لو اسمتها كارت اللي هو كارت او حاجة كده اللي هو الكارنيه او الكارت بورد اللي هي صنبورة تمام لازل اتنين يطلع ورق المقوة كارتبورد كارتبورد طيب ندخل على الوربس الافعال يحتفل سيليبريت 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 طبعا الماضي بتاعها بتحطله اي دي تمام اهو كان اخر اي حطينا دي عشان ده ماضي ايه منتظم يستعير او يستلف بورو 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 الماضي زودنا اي دي بورد يبقى stay 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 الماضي اعطينا اي دي stayed يحمي protect 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 الماضي اعطينا اي دي protect protect ينتهي finish finish الماضي finished finished برضو كله اخره ed عشان هو منتظم ندخل على الافعال الغير منتظمة يعطي give give الماضي gave يكتب write write الماضي wrote يغبر till الماضي told ينام sleep 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 الماضي slipped يختبئ hide hide الماضي head تمام طبعا الافعال هنا شكلها متغيرة عن هنا تمام علشان دي افعال غير منتظمة طيب تعبيرات وحرف الجر يغبرني عن tell me about tell me about يصاب بحروق الشمس get some burned get some burned يطلب المساعدة ask for help ask for help يذهب الى النوم go to sleep go to sleep يقوم بعمل او يقوم بمشروع في المدرسة يعمل بحث يعني do a school project do a school project مشروع هنا بتاخدوه طيب تبدو لطيفة جدا looks really cold looks really cold من الخارج from the outside from the outside من الخارج تعالا نقرأ السؤال دوت customs يعني ازياء crown يعني take gloves كفزات hole يعني كاعة او صالة طيب رقم واحد بيقولك wear to protect your hands in winter يعني عشان تحمي اديك في الشتاء يبقى تلبس ايه طالما اديك اكيد يعني ها الكفزات ممتازين تبقى ايه بقى بقى رقم واحد رقم اتنين children اطفال wear special يعني بيرتدوا حاجات كده خاصة in the parts في الحفلات يبقى بيلبسه ايه ازياء خاصة يبقى customs رقم اتنين رقم تلاتة the king الملك always دايما wears بيلبس بيلبس ايه تاجه على رأسه يبقى crown number three نجي بقى لليه listening and reading الاستماع والقراء عندنا البشا ده اسمه Thomas والبشا ده ابو شعر اسود ده اسمه ايه فارس تمام تعالى نشوف ايه ايه اللي هي يحصل يسلموا على بعض هاي فارس ازاي كفارس can you help me ممكن تساعدني i am doing a school project about egyptian clothing i am doing a school project about egyptian clothing يعني انا بعمل بحس مدرسي عن الملابس المصرية can you give me هل يمكن او هل تستطيع ان انت تعطيني some information بعض المعلومات الباشر رد عليه وقال له هاي توماس اهلا نهي توماس yes of course نعم بالطبع what do you want to know what do you want to know ماذا تريد ان تعرف انت عايز تعرف ايه الباشر رح ايه well حسنا what do you usually wear ماذا عادة انت ترتدي يعني انت عادة بترتدي بتلبس ايه الاستاذ فارس رد عليه وقال له ايه i live in سوهاج انا بعيش في سوهاج and it's usually يعني عادة هنا في سوهاج very hot hair الجو بيكون حر جدا today النهاردة مثلا i am wearing shorts and a t-shirt انا لابس short with shirt مش انا جوا حر جدا قال له ايه cool رائع can you tell me هل يمكن ان انت تغبرني about عن some traditional egyptian clothes ان انت تغبرني عن بعض الملابس المصرية التقليدية القديمة يعني او اللي انتو متعودين تلبسوها قال له oh sure هيا طبعا well حسنا many men الكثير من الرجال wear the جلبية بيلبسو جلبية this is the long white robe that's very popular يعني وده بيكون رداء ابيض طويل وبيكون مشهور جدا او شعبية يعني كبيرة جدا قال له yes i have seen it انا شفته it looks really cold يبدو انه رائع حقا to wear ان انت تلبسو رد عليه وقال له yes نعم it's cold انه رائع because it's made from cotton لانه مصنوع من القطن it's usually white وعادة كده بيكون لونه ابيض but ولكن you can get انت استطيع ان تحصل عليه او تحصل عليه other colors too يعني تحصل على الوان اخرى ايضا يعني برضو في منه الوان the sleeves وكمان الاكمام are long طويلة so ولذلك we don't get some birds لا لا نحصل او لا نصاب بحروق شمس طويلة ما بيجيناش حروق شمس في جسم منه لحاج فطبعا قال له are there pockets هل يوجد جيوب فيها جيوب جلبية دي قال له yes نعم but ولكن they are hidden هم مخفيين you can't see them from the outside انت لا تستطيع ان تراهم من الخارج فرح يقول له do you wear جلبية هل انت بتلبس الجلبية او جلاليب when you are celebrating a special festival لما بتحتفل بمهرجان خاصة عندكم قال له we do ايوا بنعمل كده and the clothes we wear for عيد وكمان الملابس اللي بنلبس هل العيد for example على سبيل المثال are very beautiful بكون جميلة جدا they can be colorful ممكن يكون ملونين sometimes احيانا there are beautiful patterns on them في عليهم او يوجد عليهم بعض الانماط الجميلة او الانماط طبعا اللي انا قلتلك عليها اللي هو الرزومات يعني يقصد بها الرزومات تمام اللي هو زي المخطط المناقط كده يعني مألم حاجات ثانية كده تمام حتى النمط اللي احنا بنرسمه على التليفون ده اللي هو التليفون touch ده اللي بنرسمه رمز الافل ده اسمه pattern يعني نمط برضه طيب الولد كده اخذ المعلومات اللي هو عايزها فراح اقول له thanks Faris شكرا يا Faris that's really useful هذا حقا مفيد طيب كده احنا خلصنا تعال شوف السؤال اللي هو قاله what is the weather like in سوهاج يعني الطاقس عامل ايه سوهاج طبعا احنا عارفين الاجابة هو كتب ايه it's usually very hot الجو حر جدا خلاص شوف انت بقى جو بالسؤال what traditional clothes do men wear in ايه الملابس الطاقلدية اللي الرجال بيلبسوها في مصر اكيد انت عارف اتكتب جلبيز تمام الجلبيز الجلليز طيب ننزل كده في الصفحة اللي بعدها صفحة 140 هنلاقي ايه بعد المكتطفات كده بيقولك look and read انظر وقرأ number one بيقولك مروة is wearing a spotted dress يعني مروة لبسة وستان منقط with a belt مع حزام بحزام يعني فستان منقط بحزام اللي انت شايفو ده there are two pockets وفي اتنين جيوب اهو اهو طيب ندخل على التاني ريم اسمها ريم ايه is wearing a custom لبسة زي او زي او زي معين كده she looks like a princess يعني تشبه الاميرة she has a crown عندها tag on her head على رأسها she has white gloves on her hands وكمان لبسة جونة ابيض في ايديها تمام طيب ندخل على اللي بعده narrator one يعني الراوي الاولاني بيكلم البنت الاولانية بتقول اي went to town انا ذهبت للمدينة to buy a beautiful new dress عشان اشتري فستان جديد جميل for the party للحفلة جملة التانية i got some cardboard paper يعني انا حصلت على بعض الورق المكوه to make my poster عشان اعمل الملصق بتاعي الجملة اللي بعد كذا i searched on the internet يعني انا بحست على النت to find the information عشان اجد او لكي اجد المعلومات for my homework عشان الاقي المعلومات للواجب بتاعي اخر جملة i bought a scarf انا اشتريت scarf and gloves way to keep me warm عشان يبقيني دافئة طب يا مستر ايه فايدتهم ان انت بتكرقهم اقول لك جر خط كده تحت الكلمات اللي انا هقول لك عليها جر خط تحت كلمة went تحت كلمة got تحت كلمة searched تحت كلمة boot تمام كده لو انت ملاحظ الافعال دي افعال ماضي في منها الغير منتظم اللي هو منها المنتظم اللي اخر وإيدي زي searched يبقى معنا كده ان احنا هنتكلم بعد شوية عن زمن الماضي البسيط طيب ايه اللي انت تستفده بقى من كل اللي عد دا كله كل دا اقرأ هتقرأه مش هتعمل بي حاجة ايه اللي انت تستفد بيه بيقولك عشان تتكلم عن ملابسك المفضلة هتكتب الجملة البنت دي قالت my favorite thing is my sweater يعني شيء المفضل بيكون sweater بتاعي اللي هي السطر يعني تمام طيب بعد كده فيه برضو عندك استخدام المصدر للتعبير عن الغرض يعني انت عايز تقول سبب هتقول اللي كاي وتقول بقى اللي انت عايز تقوله كلمة اللي كاي دي يعني ايه اللي هي تو تو وبعدها بيجي الانفنتب اللي هو المصدر تمام طيب اهو بيقولك نستخدم التو زي دي الانفنتب للتعبير عن الغرض او ذكر السبب طيب زي البنت دي بتقول she went to the town هي ذهبت الى المدينة ذهبت المدينة ليه قالك تو باي ادرس لكي تشتري فستاني يبقى كده ده السبب او الغرض ان هي راحة المدينة ادي تو ودي المصدر سبتها في دماغ الولد ده قاله he went to the club هو ذهب للنادي to play football عشان يلعب فوتبول برضو ده السبب انه راح النادي ادي تو المصدر بس كده خلص يبقى انت كده عندك معلومتين المعلومة الاولانية my favorite thing is وتكتب اسم الحاجة المفضلة المعلومة التانية تو والمصدر عشان تقول السبب اللي انت عايز تتكلم فيه طيب زمن الماضي البسيط طبعا لو انت نزلت شوية تحت في القناة هتلاقي زمن الماضي البسيط انا شرحه بالتفصيل تمام وهبعث لكم برضو او هكتب اللينك اللينك تحت في صندوق الوصف بتاع الفيديو ده طيب زمن الماضي البسيط بيعبر عن حاجة حصلت وانتهت خلصت يعني في البداية كده خلينا نتكلم عن الاسبات ايه هو الاسبات الافعال المنتظمة الفعل بيجي في الاول وبعد كده الفعل في التصريف التاني ايه التصريف التاني ده اللي احنا بنتكلم فيه وانت مش حاسز بيه خالص دايما بنقابله كده اللي هو ايه بقى التصريف التاني اللي هو ايه ما افعال منتظمة افعال غير منتظمة بس كده طيب الأفعال المنتظمة بتضاف لها دي اي دي اي اي دي دي كده الأفعال المنتظمة تمام بتلاقي في الآخر التلات ايه حاجات دول طيب امتا نضيف الدي بقولك لما الفعل يكون آخره ايه بس خلاص invite invited يدعو دعا في الماضيهم طيب امتا نضيف ال اي اي دي قالك شايف كلمة كاري شايف كلمة كاري اه يعني يحمل طيب انا عايزها ماضي او الحملة طيب بيقولك شايف ال واي بص على الحرف اللي قبلها ليتو ساكن حركها هي ليتو ساكن حرف الارضة ساكن حركها هي حركناها يعني حسفناها ونحط مكانها اي ونزود اي دي بس كده كاري كاريد يحمل حملة طيب اما الستاي ما اخيرها واي يا مستر ليه ما حطيتش اي اي دي زي اللي انت عملته فوقه اقولك لا ما انا قلتلك بص قبل ال واي بص كده اه الحرف ده ايه ساكن ولا متحرك متحرك يبقى ثبت ال واي طالما اللي قبلها متحرك ثبتها هي مش ينفع لتنين يتحركوا وتحط بقى ال اي دي تمام يبقى هنا ال واي قبلها ساكن حركها وحط ال ا اي دي ال واي هنا قبلها متحرك ثبتها وحط ال اي ال اي دي طيب stop يعني يقف او يتوقف بيقولك بص كده على اللي قبله حرف اللي قبله ايه ها حرف ايه متحرك تمام كده طيب بيقولك بقى ضعف بقى الحرف الاخير stopped بس كده ضعفت وضفت ال اي دي طيب بيقولك بعض الافعال لا يضعف لها الحرف الاخير زي كلمة travel ان travel دي يعني تحسها كده ايه مقطعين travel travel مقطعين انا بعملك بضعف بدا في المقطع اللي هو ايه اللي فات ده زي المقطع واحد stop كده لكن travel هنا مش هنضعف تمام طيب هتعمل ايه اضيف ال اي دي على طول تمام travel يسافر او ينتقل traveled انتقل او سافر طيب بيبقى لنا اللي احنا اتكلمنا فيه اخره دي او اي دي او اي اي دي دي كل ده يا باشا افعال منتظمة شكلها معروف طيب وما اللي الافعال غير منتظمة شكلها بيتغير واناك افعال غير منتظمة لا تتبع هذه القاعدة تحفظ كما هي زي ايه buy boot اشتري ايه اشتري ايه ايه ايت ايه ايه اصبع سبعة ينام نام يطعم أطعم يحصل على حصل على يشرب شرب يزهب زهب يصنع صنع يفعل فعل كده المربع ده بيتحفظ بكتب عليه حفظه كده واحفظه طيب طيب إحنا خلصنا كده آه تعال لي بقى أنا كده اتكلمت لك عن الأفعال المنتظمة وأفعال غير منتظمة المنتظمة آخرها ED وD وIED الغير منتظمة شكلها بيتغير وبتتحفظ زي ما هي طيب يا مستر تعال جبهم لي في جملة وقل لي إزاي قام في الجملة تعال أنا أقول لك سيبك من الجزئية دي دلوقت تعال نشوف شوف كده رانا ما ذكرتش درسها مبارح كلمة يستردي مبارح مش كده دي ماضي آه عشان كده هو جاب لك ماضي جاب لك ماضي إزاي آه الفعل ده كلمة استدي ده كان أصله يعني كان الفعل مكتوب قبل ما يتنفي كان الواي ده كان مكتوب IED كان استديد طيب أمالي أنت عملت يا مستر أنا جبتلك النفي didn't زائد المصدر didn't زائد المصدر ده النفي بتاع الماضي البسيط I didn't والمصدر الفعل بدون إضافات I didn't send أنا لم أرسل الإيميل لصديقي last week الأسبوع اللي فات يبقى أنت لما تلاقي yesterday مبارح أو كلمة last وأي حاجة جنبيها last يعني الماضي يبقى الجملة دي في الماضي يبقى أنت كده هتجيب الفعل في الماضي طيب الماضي اللي هو إيه قلتلك يا إما منتظم يا غير منتظم طيب والنفي didn't زائد المصدر I didn't زائد المصدر الجملة الأخيرة she didn't go to the beach هي لم تزهب إلى الشاطئ I didn't زائد المصدر طيب كده مستر انت جبتلي النفي I didn't زائد المصدر في حاجة تاني آه كده خد نفس عميق الجزئية دي بقى شز عنه إيه بقى الجزئية دي ده بقى ده فعل كده أساسي في الليه في اللغة الإنجليزية اسمه verb to be يعني فعل يكون كلمة B دي يعني يكون بس أنا بقى النهاردة طبعا نخلي بالك ال B ده اللي هو في زمن المضارع am is و r معناهم يكون برضه طبعا أنا عايز أحاول ال am is و r للماضي أصبحوا عندي كلمتين you was you were you was يا ايه you were يعني كان تمام يبقى الفرب to be في زمن الماضي بيبقى was aware يعني كان واحدة للمفرد والتانية للجمع والنفي بتاعها wasn't awarent تمام طيب كل التفاصيل دي يا أولاد ما تلقوش كلها موجودة في في الفيديو اللي تحت في القناة تلاقي مكتوب كده على الصورة المصابرة شرح زمن الماضي البسيط طيب المفرد بياخد الحاجات دي اللي هو was i he she it اي حاجة مفرد تاخد was والنفي wasn't طيب و اي حاجة جامعة زي we و اي حاجة جامعة تاخد were or weren't طيب تعال نشوف مريم مفرد was يعني كانت frightened of the cave كانت خايفة من الكهف مريم مفرد يبقى خدت was بس خلاص الجملة التانية there were not يعني لم يكن يوجد ما كانش فيه يعني ممكن تكتبها were not كده or weren't any cars اي سيارات on the beach على الشاطئ تمام ينفع طبعا بيقولك ان انت تكتب was و not الوحدة يا اما wasn't or were or not or weren't تمام طيب كده احنا خلصنا الجزئية دي كده تعالا نختار السؤال الاولاني choose اختار ماري listen to the teacher carefully يعني ماري استمعت من المدرس بحرص تمام the listen الدرس عشان تعمل استمعت من المدرس بحرص عشان تفهم الدرس عشان كلمتها عشان دي اللي هي انت درستها فوق اللي هي انا قلتلك معناها اللي كاي اللي بيجي بعدها السبب او الغرض اللي هي ايه طو المصدر فين طو المصدر ايه to understand لكي تفهم الدرس يبقى الاجابة c رقم اتنين بيقولك my friend use her computer يعني صادقتي بتستخدم الكمبيوتر بتاعها ليه عشان تعمل الواجد او كلمتها عشان دي اللي هي فين طو المصدر to do عشان تعمل her homework واجبة يبقى الاجابة to do طيب ما كده خلاص نوبر نوبر she is going to travel to england هي سوف تذهب او تسافر لانجلترا ليه عشان تتعلم الانجليز الانجليز كلمة عشان فين اللي هو to learn لكي تتعلم اللغة الانجليزية يبقى to ولمصدر طيب رقم اربعة i went outside انا ذهبت للخارج ليه عشان اساعد my neighbor يعني غاري طيب عشان اساعد فين كلمة عشان ادي to والمصدر to help خلاص السؤال اللي بعده بيقولك اكمل يعني ايه صرف الفعل اللي بينك وصين ده بشكل صحيح علي ودي watch ودي tv ودي yesterday مبارح ليه yesterday مبارح يبقى لازم ماضي الفعل ده هتكتبه هنا تاني بس هتحط له ايه اي دي هتبقى watched تمام يعني شاهد التلفزيون مبارح عشان ده فعلا منتظم طيب انا كده حولت الفعل ده للماضي رقم اتنين اي انا وعايز يستخدم كلمة يشرب تي شاي وذ ملك مع اللبن شاي بلبن يسر ده مبارح برضو مبارح يبقى ماضي يبقى كلمة درينك دي هنكتب اينا بس هنغير حرف الاي هيبقى ايه عشان ده التصريف التاني لانه غير منتظم رقم 3 يعني هو بيذهب للسوق 2 لكي او وعلشان عشان ايه انت عارف طبعا تو بيجي بعدها مصدر يبقى تشيل الانج في الفعل ده وتكتب كلمة باي زي ما هي بي يو واي عشان يشتري سامرائز بعض الرس طيب هنا بيقولك make the sentence in the past form يعني ايجعل الجمل دي في الماضي في الشكل الماضي بتاعه عادي سهلا بص يا باشا Adam calls سامي Adam بينادي سامي to ask for help عشان يطلب المساعدة منه او بيتصل بسامي عشان يطلب المساعدة فين الفعل يا باشا دي الفاعل ودي الفعل حط تحت كلمة calls دي خط هي هو ده الفعل اللي هنغيره هنخلي ماضي شيل الاس يا باشا عشان الاس ده بتاع زمان مضرع البسيط شيل الاس حط مكانه ed بس كده خلاص يبقى كده آدم اتصل بسامي خلاص عشان نطلب المساعدة يبقى كده اصبح ماضي نولها تانية شيل الاس وتحط ed تمام عشان تبقى called طيب رقم اتنين نهال leaves leaves early to catch the bus يعني نهال بتغادر مبكرا لكي تلحق بالبس خلي بالك منه عشان ده فعل شاز اكتب معايا الفعل الماضي بتعليف هتبقى left left يعني غادرت طيب ننزل على الصفحة اللي بعدها pin اللي هو ألم ولو تحطت في كلمة friend تبقى pin friend اللي هو صديقي المرسلة crown يعني tag gloves الجوانتي spotted اللي هو منقط pockets يعني cube تعال نشوف صار رؤية بيكون في حفلة summer لبسة dress فستان ايه فستان اكيد منقط يبقى spotted مفيش اللي هي تنفى تجيب كلمة spotted في رقم واحد with two نقط معاه اتنين ايه او فيه ايه الفستان المنقط ده فيه ايه فاكر فاكر في الدرس كان ايه طيب اهو pockets pockets هتكتبها في رقم اتنين اية بتلبس حاجة كده on her head على راسها head يعني راس اللي بتلبس عليه tag فين كلمة tag crown رقم ثلاثة بيقولك she looks like a princess كده شكلها زي الاميرة وهي لبسة white حاجة كده on her hands في ايديها hands يعني ايه اللي بتلبس في اليدين اللي ايه الجو انت يبقى gloves gloves كده انت خلصت وتبقى معك المزيدة عشان يلغبطك بيها تعالى بقى السؤال اللي ايه ترتيب يلا كده باشا يلا كده باشا خد نفسها عميق ويبدأ معايا I have got a striped dress يعني انا امتلك فستان مخطط نولا تاني I have got I have got ass striped dress يعني فستان مخطط طب رقم اتنين what do you usually wear ايه اللي انت عادة بتلبسه what do you what do you usually wear what do you usually wear اغنيها كده عشان تثبت طيب رقم ثلاثة my shirt has blue pockets my shirt has blue pockets يعني الاميس بتاعي عنده جيوب زرقة رقم اربعة can you help me can you help me ممكن تزعدني ايه بالتوصيل جلبايز are الجلبيات بتكون او الجلاليب بتكون بتكون ايه ها ندور كده على حاجة تنفع traditional Egyptian clothes ملابس مصرية طقل ايه يبقى هنا number one number two we went to the park ذهبنا للبارك عشان ايه هتروح البرك ليه عشان ايه ندور كده عشان نجيب درجات كويسة لا عشان نلعب مع صحابنا to play with our friends عشان نلعب مع صحابنا يبقى هنا نكتب number two في الاخيرة number three حازم studied hard حازم ذاكر بجد يعني ذاكر كتير يعني ليه عشان يجيب درجات حلوة ندور كده to get god marks عشان يحصل على good marks درجات كويسة يبقى هنا number three ثلاثة آخر حاجة they went to the library to وما ذهبوا إلى library المكتبة عشان يعملوا يقروا كتب في كلمة يقروا كتب أو يستعروا كتب read books يقروا كتب تمام بيبقى هنا number four ندخل على آخر صفحة ng use بتستخدم a pen ألم حاجة كده here is a عشان تعمل إيه للمقال بتاعها عشان تكتب في كلمة عشان طول مصدر to write لكي تكتب رقم اتنين they هم some new books بعضه كتب الجديدة to read عشان يقروها last week الأسبوع اللي فات طالما الأسبوع اللي فات يبقى أكيد الفعل اللي هنا ماضي فين الفعل الماضي اللي هنا boot اشترى يبقى هم اشتروا بعض الكتب عشان يقروها الأسبوع اللي فات لما تختار الإجابة ترجم كده الجملة عشان تتأكد إن انت إجابتك مظبوط طيب رقم ثلاثة I wear أنا ارتدي حاجة كده to protect my eyes عشان أحمي عناية إيه اللي بتلبس عشان تحمي عانيك sunglasses النظارة تعدي الشمس رقم ريم is wearing ريم لابسة أو ترتدي حاجة كده لسه معرفش ما تكمل شي يعني لازم تكمل إرائي للسؤال ما تقعد شي بقى إيه تقف هنا وتروح مقتل إجابة على طول لا لازم تكمل on her hands في إيديها طالما الإيدين يبقى الجوانتي تبقى gloves كفازات آخر حاجة في اللي تشوز الاختياري she is wearing هي لابسة a crown يعني تاج تاج بتلبس فيه على الرأس on her إيه head يعني على الرأس طيب السؤال اللي بعده هنكمل باستخدام الكلمة اللي بين القوس ونصححها I went to the cinema أنا ذهبت للسينما and where عايزي استخدم watch يشاهد الفيلم الجديد yesterday مبارح طالما مبارح يبقى لازم الفعل ده يبقى ماضي برضو زي الفعل ده يبقى هتكتب watch زي ما هي وتحط لها ايدي عشان دي يبقى ماضي شاهدة طب رقم اتنين she used the internet هي استخدمت الانترنت to لكي أو علشان تعمل بحث أو مشروع project يبقى ويكتب do طب رقم ثلاثة i go to the bedroom انا اذهب الى الbedroom وغرفة النم يعني لكي انام يبقى to sleep لكي انام كلمة sleep موجودة في المصدر يعني بدون اضافات يبقى تكتب to هو بلغبتك كتب لك four نحزف ونكتب to طيب رقم اربعة فريدة ملها in the park في الليلة اللي فاتت يبقى انا عايزة اقول فريدة كانت عشان هو كتب لي از يعني تكون انا قلت لك الماضي بتاعها هي تبقى was تمام w as عشان فريدة مفرد كده الاسئلة خلصت فاضل الparagraph الparagraph ده عايزك تكتب خمس جمل باستخدام الكلمات دي جلبية تمام made from cotton made from cotton يعني مصنوع من القط spotted dress فستين منقط pockets يعني جيوب striped skirt يعني جيب مخطط طيب يعني عايز يكتب الملابس يعني طيب انا دلوقتي همليك بعض الكلمات او بعض الجمل الشفوي اكتبها انت بق ورايا عايز تغير براحتك مثلا مثلا انا طبعا مش كل حاجة لازم نجيبها من درس ممكن من دماغي عادي مثلا اول جملة i have جلبية انا عندي جلبية طيب الجملة تاني it قصدو يعني على الجلبية it بدل معها هكتب الجلبية تاني هكتب it is made from cotton يعني مصنوعة من القط ما تنساش ان اول حرف كابدل وفي الاخر فلسط طيب كده خلاص كده انا استخدمت جلبية واستخدمت الجملة دي طيب عايزة استخدم بقى فستان من القط هروح ايلي my sister is wearing يعني اختي ترتدي a spotted dress يعني فستان من القط كده الجملة خلصت حط الفلسطن الجملة اللي بعدها عايزة استخدم جيوب رح ايلي the dress الفستان has عنده pockets جيوب يعني الفستان به جيوب تمام هولتان the dress has pockets او with pockets يعني به جيوب طيب اخر حاجة striped skirt يعني جيبة مخططة اللي هي دي رح ايلي my mother ممطي ممطي مثلا has لديها a striped skirt يعني جيبة مخططة او ممكن اقول زي ما قلت في جملة بتاعت اختي is wearing striped skirt يعني جيبة مخططة وكده يبقى تمينا شرح الدرس الثالث في الوحدة الثالثة للصفة الخامس انتظرونا ان شاء الله في شرح الدرس القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله